مرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير عندنا في الفقرة دي ملفات كتير ملفات على مستوى الاتحاد الأفريقي وانتخابات رئاسة الكاف عندنا ملف كمان عن طبعا لعبتنا المحترفين خارج مصر وانضمامهم للمنتخب الفترة اللي جاية وكواليس حتى على المستوى العالمي وما فيش أفضل من الناقد الرياضي المتميز دايما عمر البنوبي عشان نكلمه عن هذه الملفات عمر بنرحب بيك وحشني أكبرك ايه؟ كله تمام الحمد لله كله كويس المعركة ساخنة والانتخابات الاتحاد الأفريقي ورئاسة الكاف خلاص خلال أيام ستحصل بشكل كبير عايزين نعرف منك الكواليس ومعظار خلال الأيام اللي فاتت يعني قبل اليوم الرسمي لانتخابات رئيس جديد للاتحاد الأفريقي يعني هو طبعا فيه كواليس كتير للموضوع كانت الناس متخيلا أنه هنوصل لمرحلة الانتخابات والتصويت الطبيعي لأهل حد ما نحسم لكن في أفريقيا الوضع طبعا بيبقى مختلف شوية يعني كان فيه نوع من أنواع التسوية والاتفاق على مين هيدير الكاف الفترة اللي جاية وده كان يعني ممكن مفاجأة للبعض لكنها كانت واضحة أنه الانتخابات كانت شبه مش متكافأة قوي لأنه مثلا حملة باترس موطسبي أعلنت اللي هو الملياردير الجنوب أفريقي رئيس نادي سانداونز أو مالك نادي سانداونز أنه عنده أو حسم من 35 إلى 40 صوت منهم أصوات من شمال أفريقيا وأصوات من غرب أفريقيا وده كان تصريح رسمي من حملته في اجتماع معلن وفي مؤتمر كبير في جنوب أفريقيا وبالتالي ده معناه أنه مفيش منافسة معناه أنه لأنه اللي هيجيب 28 صوت ينجح من الجولة الأولى أصلا من غير إعادة وبالتالي لما يكون هو بيأكد النضام من 35 إلى 40 صوت فكده الموضوع محسوم هي الفكرة يا عمر برضه عشان الناس تفهم هي الفكرة بتيجي إزاي خلاص طب تعالوا نوعا مع بعض ونقسم الموضوع على الأساس يبقى الأمور محسومة من قبل الانتخابات ونستفيد من كل الكوادر ما يبقاش حدز علاني برضو عشان ما يبقاش حدز علاني بدها ما نخسر حد صحيح يعني يا زي ما حضرتك قلت يا نوع من الاتفاق علشان كل الناس يبقى لها دور ما يبقاش فيه خسارة لكادر معين أو كادر شاب وأحمد ولد ياحيا كادر جايد جدا وعمل تجربة نجحة في موريتانيا كرئيس نادي سيطر على البطولات هناك ثم رئيس الاتحاد بعد كده ثم وصوله للتواجد في الاتحاد الأفريكي والاتحاد الدولي وأنه كلام ده كله وكان رئيس الاتحاده عنه 35 سنة يعني برضو كان تجربة مميزة له في منطقته لكن الفكرة نفسها كمان أنه فكرة الاتفاق ما بين مرشحين غرب أفريكيا ما كانتش هتبقى سهل أحمد ولد ياحيا كان متمسك تماما بأنه هو يخوض العملية الانتخابية وأنه ينافس على رئاسة الكاف جاك أدومال إفواري رصد الحملة بتاعته رصد 15 مليون يورو ده رقم برضو مش قليل لحملة مرشح للانتخابات وعندنا أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي برضو واخد دعم كويس من بلده وكان بيفكر أنه يستمر وبالتالي بعد جولة عملها إنفنتينو ومعه بعض المسؤولين من الفيفا ومن الكاف على بعض الدول الأفريقية يمكن هو ظهر معظم الدول الأفريقية ممكن مثل بسناء الجزائر كودفور ما كانش فيه ما حسش أن الدنيا هتبقى هناك كويسة وأنه هو محتاج الزيارة قوي فاتلغت على طول لكن راح أفريق الوسطى راح رواندا راح مورتانيا لف أفريق كلها لف دول كتيرة جدا واختتم بزيارة المغرب زيارة المغرب هي الزيارة الوحيدة لأعدة يومين قاعد يومين في المغرب اطلع على الترتيبات الخاصة بالانتخابات للاتحاد الأفريقية لأتناشر مارس إن شاء الله نتكلم في عشر تيام أو أقل إن شاء الله هتقام الانتخابات تبع جماعة عمومية في العاصمة في المغرب في الربط يمكن ده جزء من الاجتماع العمل وإنفنتينو في المغرب مع الفوز يلاكش على رئيس الاتحاد المغريبي معاص حاجي كان سكرتير عام الكاف ده لعيب على فكرة لعبته ضده يا كابتن بس الصورة عدت بسرعة بسكالة سوبر بيرلر حارس ماروا متخب سويسرا بالزبط ببداياته كمان كان حضرتك كنت موجود إليك ولعبته ضد بعض وفي ألمانيا كمان كان لما كان حارس ماروا بيرني لفيركوزي هو ده العليمين بالمناسبة هو من المقربين جدا لإنفنتينو يعني بسكال من المقربين قوي لإنفنتينو وهو السفير مدحف الفيفا وهو متواجد أهم موجود وهو متواجد على طول معه كمان كان معه السويدي ماتياس جرافستروم وده يعني هو المساعد الرئيسي لإنفنتينو في الزيارة دي إنفنتينو كرئيس للاتحاد الدولي ليه تعليمات معينة للانتخابات القرية يعني هو كمان بيبقى ليه رأي معين إنه ممكن تروحه للسكة دية أو للسكة دية ولا هو الطبيعي إنه ما بيدخلش خالص هو مش مسألة تدخل قد مهي مسألة رعاية وتنصيق يعني هو بيحاول إنه كالتحاد دولي وهو كمان الناس دي اللي هتبقى موجودة في الكاف هتبقى موجودة رئيس الكاف هيبقى نائب رئيس الفيفا بالضبط وفقا لللايحة كمان أعضاء مجلس الفيفا اللي هيكونوا مرشحين من الكاف موجودين بالتالي هو يهمه إنه يكون في مجموعة عمل تقدر تشتغل لصالح الكورة وتقدر تنجحه في الفترة اللي هو موجود فيها صحيح أي واحد بيدور على النجاح إفنتينو برضو بيدور على إنه يتحسب له إنه طور الكورة في أفريقيا أو إنه ساهم في تطوير الكورة في أفريقيا وعنده كمان يعني عنده مشروعات كتير للنقطة دي وتكلم فيها أكتر من مرة منهم برضو كان كونجرس أعتقد أو اجتماع في المغرب وتكلم في الحتة دي إنه عاوز يطور البطولات الأفريقية للأندية وعاوز يغير شكل الكورة في أفريقيا لكن وهو كمان بخلاف كده كمان مشروع التطوير الحكام احتراف الحكام الأفريقيا وإن يبقى فيه عشرين حكم أفريقيا محترف ملف الأفريقيا عنده أهمية خاصة لأنه عنده أصوات كتير لأنه في الانتخابات بتاعته أفريقيا لأ أصوات كتير بالنسبة